الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على مزيد فضله ونسأله إحسانه وبره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في كراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نبتدئ فيه بدراسة كتاب البيوع والمراد بالبيع مبادلة مال بمال ولفظة مال أوسع من لفظة النقد فإن النقود يراد بها ما يكون ثمناً للسلع والأشياء ولكن المال هو كل ما يتقوم ويمكن أن ينتفع به سواء كان من النقود أو كان من غيرها وقد وقع اختلاف بين العلماء في المنفعة هل هي مال أو لا وجمهر أهل العلم على أن المنافع من الأموال وحينئذ يشمل كتاب البيع بيع السلعة الحاضرة والسلعة الغائبة والسلعة المعينة والسلعة الموصوفة في الذمة فالجميع يصدق على مبادلته بمال اسم البيع والأصل في البيوع في الشريعة الحل والجواز لقول الله تعالى وحل الله البيع ولقول رب العزة والجلال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومن العقود عقود البيع وقد دل على ذلك أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله البيعان بالخيار ووقع الإجماع على هذا المعنى ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع لعل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك فليتفضل القار بارك الله فيه مشكورا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا اللهم اجعله مباركا أينما كان واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي ولي امرأتان فانظر أي زوجتي هويتا نزلت لك عنها فأعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها وحلت تزوجتها فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال أين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن فمن قلب حتى أتى معه بأقط وسم قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن يوما وعليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت قال تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال زنة نوات من ذهب أو نواتا من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه قول عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة المبشرين بالجنة من فضلاء الصحابة ومن عرف بالتجارة الواسعة والعمل الكثير قال لما قدمنا المدينة وذلك بعد الهجرة مما يدل على مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قوله آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد ابن الربيع كانوا في أول الإسلام إذا آخر أو إذا وقعت المؤاخات بين رجل وآخر أصبحوا بمثابة الأخوة من النسب ومن ثم كانوا يريثون ولكن هذا نسخ بعد ذلك وأصبح الميراث بالنسب وقوله قال سعد إني أكثر الأنصار مالا فيه أن امتلاك الإنسان للأموال لا يدل على نقصان درجته وإنما العبرة بما يفعله الإنسان في ماله فمن كسب المال من الحلال وأنفقه في الطاعات كان محمودا على ذلك ولذا ورد نعم المال الصالح للرجل الصالح وقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية فسمى ما يتركه من المال خيرا وقال فأقسم لك نصف مالي يعني يكون المال بيني وبينك نصفين وفي هذا دلال على ما كان عليه أهل السلف الأول من تباذل فيما بينهم تقربا لله جل وعلا وقوله ولي امراتان فانظر أي زوجتي هويتا نزلت لك عنها يعني تنظر إليهما وكان ذلك قبل نزولي الحجاب فأعجبهما إليك فسمها لي أطلقها من أجل أن يتزوجها لآخر قوله فإذا انقضت عدتها وحلت تزوجتها فيه أن المرأة المطلقة سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا لا تحل لزوج آخر حتى تنتهي من العدة سدل به على أن كل امرأة مفارقة بأي نوع من أنواع الفرقة يجب عليها أن تعتد قبل أن تتزوج بزوج آخر فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك فيه جواز أن يرد لإنسان الهدية التي تهدى إليه وفي هذا الحديث دعاء الإنسان لمن تبرع له بشيء من أمور الدنيا وفي الحديث الدعاء بالبركة وفي الأهل والمال وأنه لا حرج في ذلك وقوله هل من سوك فيه تجارة فيه جواز التجارة والبيع والشراء وفيه جواز الذهاب للأسواق وفيه الذهاب لأسواق غير المسلمين من أجل التجارة وقينقع قبيلة من القبائل اليهودية واليهود الذين كانوا في المدينة أنواع أولهم خروجاً من المدينة بنقينقاع وذلك أنهم كان عندهم سوق رائجة وكان فيها بيع وشراء وفي يوم من الأيام جاءت امرأة إلى بائع في هذا السوق من اليهود وكانت المرأة من المسلمين فراودها على أن تكشف وجهها فامتنعت وتآمر مع آخر ليقوم بأخذ الطرف ثوبها فيشبكه بشوكة في أعلى رأسها فلما قامت فإذا بعورتها منكشفة وكانوا في الزمان الأول ولا يلبسون إلا ثوباً واحداً فصاحت فقام رجل من المسلمين فقتل اليهودي فقام اليهود فقتلوا الرجل المسلم وحينئذ أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لكونهم خالفوا العهد الذي بينه وبينهم قال عبد الرحمن أين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن فيه الذهاب إلى السوق في أول النهار وقوله فمن قلب يعني لم يرجع إلى البيت حتى أتى معه بأقط ولاقط اللبن المجفف والسمن وهو ما يأخذ من بهيمة الأنعام وقال ثم تابع عبد الرحمن الغدو فيه متابعة والذهاب للأسواق من أجل التجارة قال فما لبث أن جاء عبد الرحمن يوم يعني أنه ربح في هذا السوق وكسب فيه المال الكثير فجاء يوما وعليه أثر صفرة يعني شيء من ما يتزينون به ويجعلونه على أبدانهم إما من الزعفران أو غيره وكانوا يجعلونه علامة على اختيار الثياب الحسنة قال فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله عن سبب هذه الصفرة وقال له مهيم يعني ما الذي لديك ولماذا وضعت أثر الصفرة على ثوبك قال عبد الرحمن تزوجت وفيه دلالة على جواز لبس الثوب الجديد والثياب المنمقة في الزواج وفيه استعمال الطيب والصفرة للمتزوج وأن ذلك من المباحات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزوجت فيه تأكيد السؤال عما ذكره المخبر من أجل التحقق منه قال نعم قال ومن فيه سؤال لإنسان عن من صاهرهم ومن كان بينه وبينهم مصاهرة قال امرأة من الأنصار وقال ولم يسمها وفيه دلالة على الإشارة إلى المرأة بدون تسمية لها قوله كم سقت إليها أي كم المهر الذي دفعته إليها وفيهذا دلالة على أن المهر من آثار الزواج وأنه من الأمور المتعلقة به ولذلك كان السؤال عن المقدار لا عن أصل المهر وفيه هذا جواز السؤال عن مقدار المهور التي دفعها الرجل وفيه دلالة على أن المهر يدفعه الزوج إلى الزوجة وليس إلى أوليائها وفيه دلالة على أن الزوجة هي التي تملك المهر ولذا قال كم سقت إليها وقوله زينة نوات من ذهب فيه جواز جعل الذهب مهرا وفيه أن هذا المقدار يصح أن يكون مهرا في الزواج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه فيه مشروعية وليمة الزواج وفيه وضع أشياء التامة في الولائم وأنه لا حرج في ذلك أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فآخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه وكان سعد كثير المالي ذاغنا وعندهم رأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال سعد لعبد الرحمن قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها فأقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح فما رجع يومئذ حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال مهيم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما سقت إليها قال نوات من ذهب أو وزن نوات من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاه هذا الحديث رواه الصحابي أنس بن مالك الأول رواه عبد الرحمن بن عوف وفيه دلالة لتأكيد هذه القصة وأنها كانت منتشرة في ذلك الزمان وفي الحديث الإشارة إلى الهجرة من بلاد الكبر إلى بلاد الإسلام وفيه معونة أهل الإسلام بعضهم لبعضهم الآخر وفيه ما كان عليه الصحابة من المؤاخات التي آخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وفيه ذكر الإخاء والأحلاف وفيه جواز أن يتملك الإنسان المال الكثير وأن ذلك لا ينقص من درجته عند الله جل وعلا وفيه جواز التعدد بحيث يتزوج الرجل بأكثر من إمرأة وفيه من الفوائد ما كان عليه الصحابة من تباذل المال والحال فيما بينهم في هذا الحديث من الفوائد جواز ذكر الإنسان لكثرة ماله وأن ذلك لا يعد من العجب أو من التفاخر متى ترتب عليه مقصود كما قال سعد لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا وفي الحديث من الفوائد أن الأصل في الطلاق هو الإباحة والجواز حتى ولو لم يكن هناك سبب يقتضيه إلا أن بقى لإنساني لعلى عقد النكاح أحب إلى الله جل وعلا وفي الحديث أن المرأة إذا فارقت زوجها لم تحل لغيره إلا بعد العدة وفي الحديث من الفوائد أيضا دعاء الإنسان لغيره بالبركة في المال والأهل وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من اختيار الأقوال الطيبة وما كان بينهم من كرم نفس وفي الحديث ذهاب الإنسان إلى السوق وأن ذلك لا ينقص منزلته عند الله جل وعلا وفي الحديث أيضا من الفوائد متابعة الذهاب للسوق من أجل التجارة وأن ذلك لا حرج فيه وقوله حتى استفضل يعني ملك مالا زائدا عن حاجته وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا تأخى مع إخوانه وسكن معهم نسب منزلهم إلى نفسه وإن لم يكن مالكا له ولذا قال فأتى به أهل منزله وفي الحديث من الفوائد تهيّل إنسان للزواج وبشاشته بذلك وسعيه إلى أن يلبس الثوب الجميل ويكون عليه أثر ذلك في استعمال الصفرة ونحوها وفي الحديث جواز استعمال الصفرة للمتزوج وفي الحديث الدعاء للمتزوج بالبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بارك الله لك وفي هذا الحديث من الفوائد سؤال الإنسان لأصحابه عن أحوالهم وسؤالهم عما جاء عليه حالهم ليسأل عن تفاصيل حياتهم وفي الحديث من الفوائد مشروعية وضع المهر في عقد الزواج والجماهير على أن ذلك من الواجبات وفي الحديث أيضا أن المهر يدفع إلى الزوجة وأنها هي التي تملكه وفي الحديث من الفوائد جواز وضع الذهب مهرا في عقد النكاح وفي الحديث مشروعية الوليمة في عقد الزواج وفيه دلالة على أن الوليمة لا يلزم أن تكون في يوم عقد النكاح فإن عبد الرحمن قد عقد قبل لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الوليمة إلا بعد لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فاختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص كان عهد إلي فيه إنه ابنه أو صاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابن انظر إلى شبهه فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله وابن وليدة أبي ولد على فراشه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة هو أخوك من أجل أنه ولد على فراشه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى سودة بعد حتى لقي الله ولم تره سودة قط عتبة بن أبي وقاص من الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد وهو أخ سعد بن أبي وقاص الصحابي المبشر بالجنة وعتبة أصهر من سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن أبي وقاص قبل وفاته تكلم مع أخيه سعد ووصاه فقال إن مملوكة زمعة وجاريته قد جامعتها وحملت مني فإن زمعة رجل كبير لم يكن منه شيء إلى النساء وبالتالي فالولد الذي جاءت به جارية زمعة هو ابني وفي هذا الوصية الوصية بإثبات إلى أنساب وحينئذ طلب عتبة من أخيه سعد أن يقبضه بمعنى أن يأخذه وأن ينسبه إلى عتبة وكانوا في المدينة فلما كان العام الثامن وفتح الله جل وعلا مكة أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة يعني الولد الذي ولدته جارية زمعة وادعى نسبه لأخيه عتبة فقال سعد هذا ابن أخي قد عهد إلي أخي عتبة فيه أن أقبضه وأن أنسبه إليه فقام عبد ابن زمعة زمعة قد مات وابنه يقال له عبد فقال هذه الدعوة من سعد غير مقبولة بل هذا الولد أخي وقد ولدته جارية أبي وبالتالي ولد على فراش أبي ومن ثم ينسب إلى أبي ففي هذا ذكر الدعوة في إثبات إلى أنساب والتقدم بهذه الدعوة للقضاء من أجل الحكم فيها قال فاختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في هذا المولود الذي ولدته جارية زمعة فتساوق أي كل منهم ساق الآخر وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجلس القضاء فحين فحين إذن ادعى سعد وقال يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص وقد كان أخي عتبة قد عهد إلي فيه أنه ابنه وأوصاني أخي أن أقبضه وقال إذا قدمت أن أنظر ابن أمت زمعة فاقبضه فإنه ابني فإذن استدل أولا بوصية أخيه عتبة ثم استدل بأمر آخر ألا وهو وجود الشبه بين هذا المولود وبين عتبة ابن أبي وقاص مما يدل على أنه ابن له فقال عبد ابن زمعة يا رسول الله هذا أخي وابن وليدة أبي هذه جارية يملكها أبي وولد هذا المولود وهذه الجارية مما يفترش هو أبي ومما يطعها أبي وبالتالي فإن ولدها ينسب إلى أبي فحين إذن نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية فأول النظر إلى الشبه الظاهر فرأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص ولكنه لم يلتفت إلى هذا الشبه ولم يثبت به النسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لك يا عبد بن زمعة يكون أخاك والمعنى في هذا أنه قد ولد على فراش أبيه من جارية أبيه وبالتالي يثبت النسب له ومن هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في هذا الباب فقال الولد للفراش فإذا كانت المرأة فراش لرجل بكونها زوجة له أو بكونها مملوكة له فإنها إذا أتت بولد نسب ذلك الولد للسيد أو الزوج الذي يطاو الأمت أو الزوجة قوله وللعاهر الحجر يريد بذلك أن عقوبة الزنا الرمي بالحجارة متى كان الزاني محصنا يعني أن الزاني الذي اعترف بالزنا لا يثبت له نسب وفي هذا دلالة على عدم ثبوت النسب بوطء الزنا ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحكم تكون أختا لهذا الولد الذي ولدته جارية زمعة لكن لما رأى شبها بينا بعتبة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب من هذا الولد لماذا من أجل درء الشبهة الوارد في هذا وحينئذ لم يرى هذا الولد سودة مما يدل على الحجاب وأن الأمر الذي كان مستقرا عندهم هو احتجاب المرأة من الأجانب عنها بحيث لا يرونها وفي هذا بيان شيء من معنى المشتبهات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حكم على أن هذا المولود ابنا لزمعة إلا أنه نهى سودة عن أن تخرج أمامه وأمرها بالاحتجاب منه وفي هذا الحديث ذكر فتح مكة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فيها قليلا من الزمن وفي هذا الحديث ذكر الجارية وجواز أن يطع السيد جاريته وإذا وطع السيد جاريته فأتت بولد تصبح أم ولد ومعناه أنه لا يجوز له أن يبيعها بعد ذلك وإذا مات السيد أصبحت حرة ولا يكون لها من ميراثه شيء وفي هذه الحديث عهد الرجل لإخوانه بتنفيذ وصيته كما عهد عهد عتبة لأخيه سعد رضي الله عنه وفي هذا الحديث دلال على أن الموصى إليه يحق له أن يتقدم بالدعوة القضائية لإثبات الوصية وللعمل بها عند وجود المنازعة فيها وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان يحق له أن يداعي بإثبات نسب أخيه وأنه إذا قر الإنسان لشخص أنه أخ له قبل هذا الإقرار وفي الحديث بيان ما يتعلق ب أحكام إثبات النسب وأن الأصل أن الولد للفراش وبالتالي لا نحتاج إلى النظر إلى الشبه ولا إلى غير ذلك رغبة من الشريعة في إثبات الأنساب ومن ثم لا يحتاج إلى إجراء التحليل بمجرد وجود الشبهة أو تردد الرجل في إثبات نسب ولد زوجته إليه بارك الله فيكم وفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يسبع عليكم نعمة وأن يبارك لكم في أهليكم وأموالكم وأولادكم وسائر أحوالكم كما نسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا أحكام شرعه كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم أخوة المتآلفين وأن يبارك لهم في جميع أمورهم وأن يصلح لهم ذلاريهم كما نسأله جل وعلا أن يكون مع إخواننا في فلسطين وأسأله جل وعلا أن يرد كيد عدوهم عنهم ولا يمكنه فيهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقلة اشتركوا في القناة